السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا كاملين في أتم الصحة والعافية يا رب فيديو جديد واقتراح جديد اليوم قريت نشارك معكم وحطوه يجهن بالحمل غنمي تيجي اكثر من رائع والقرعة البلدية الخضراء تتجي وحد المريقة اللي معلكة هتعجبكم تعجب عائلاتكم نتمنى تجربوه ولكن لا تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتاب التعليق فضل وننسى أمرا والبرتاج مع الأهل والأصدقاء باش تعمل الفائدة نقوم على المقادر وطريقة التحضير بدأوا على بركة الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هنا يخذي الطاجين ديالي بعد ما درت لي هذه الصفيحة اللي ستحميه لنا باش ميت تحرقش وكذلك باش ميت ترتقش لنا نضيف عليه هنا كمية ديال الحم تتبقى على حسب الموجود على حسب أفراد العائلة أنا درت هنا الغنمي العنقرة هادي انتوما ديروا اللي موجود واللي ستتبغيون انتوما سوف يستفتادا كل الحم ونضيف عليه هنا واحد نص كاس مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائدة الملح تتبقى على حسب الضوء وعلى حسب كمية ديال الحم والخضراء اللي ستضيفه هنا يصمع القصغيرة ديال الإبزار والنارة نشعلة ستكون مهيلة سنقلبه من جهة لجهة حتى يتقلم زيال الإبزار والملح والزيت الزيت واللي بغي ضيف زيت الزيتون بوحدها ممكن يضيفها ونعود نغطي عليه ونقلبه لجهة الخراعة والتاني وننرى أني نقص على كيف سبقه وذكرت طاجين تبقي طيب على نار مهيلة بعد ما تقلاليين جيدا من جميع الجوانب نضيف عليه وحدة البصلة متوسطة اللي قطعتها مربعات كما تتشوفوا ونضيف هنا وحد جو سنينة ديال التومة اللي قطعتهم ما حكيتهمش نضخها لذيك البصلة في الجوانب كما تتشوفوا باش تطلق لنا شوية ديال المريقة ونضيف العطرية بالنسبة للعطرية عندي هنا ي الخرقوم وحد نصف معلقة البلدي ونصف معلقة صغيرة سكينجبير سكينجبير ما تقووش بزيف ما درش نصف معلقة كاملة هنا ينصف معلقة صغيرة هذه التحميرة سوف نحرك اللحيمة في العطرية باش تشرب نجربوا الطريقة ناجحة كانت مننا جربوهم كلهم ناجحين بإذن الله وتيجي بهم الطاجين الديد كما عارفين الطاجين المغربي يكون الديد بالتوابية العطرية اللي كان نضيفه نضيف هنا قصبره مع دنوس سوف يبعد مزق المزيان في العطرية كما تشوفو نضيف عليه واحد البصلة مش نفا نقطع جوانح نصف مربع زعفران إلا عندكم زعفران شعره حر يكون أحسن أنا متوفرش لي ودرت مربع زعفران نصف دياله بعد ما تقلع هذك الحم درت لي الكاغيت الفراد أو ديال المطبخ وغطيت عليه باشي طيب بالنسبة للخضراء هنا عندي خيز وقطعته وعندي القرعة البلدية كما تشوفو رأة صغيرة تتجيل ديدة في الطاجين غير جربوها وديرو بياطواجين تيجيل ديد معلك تتجيل حلوة في الطاجين هنا هي الطاجين ديالي بعد ما طاب خليت تقريب واحد من الساعة وعردت عليه كما تتشوفو ذا كل ما اللي درنا عليه أكفاء هو البصلة طيبية تلقات الماء سوف نضيف عليه الخضراء كما تتشوفو رمام للصق لا تشي حاجة غير نقصو النار وخلي ويطب على خاطره سوف نستفى البطاطا كما تتشوفو وانتما أي خضرات تتجيل ديروها هنا يا درد البطاطا لو دلو ليدات تتبغوا البطاطا والقرعة الخضراء ستفتها في الجوانب وغنضيف خيزو في الواسط وغنضي وحد شوية ديال جلبانة كما تتشوفوا معايا وغنضي الملحة ورشيشة ورشيشة ديال إبزار باش يجي نطاجين ديالنبنين وغنضي الملحة سوف نغطي ونخليه طبعا خاطره لا تزيدو النار عليه لتجيل حاجة غري خليه طبعا نار مهيلة ولا ندري تشوف في الفاخر يكون أحسن و لديد هنا يا بعد ما قرب يطيب نستقى بها الخضايرة باش يجي فيها الماداق و اللون كي ما تتشوفو أضع الطاجين أضع الطاجين تحتفظ على سخونية أضع الطاجين أضع الطاجين كنت من الوقت ستبقى وستحسن رعاية الله وحفظي السلام عليكم ورحمة الله